السلام عليكم خواتاتي ان شاء الله يجبكم هذا الفيديو في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله احجبت لكم بعض التحضيرات ان شاء الله للشهر الكريم تقدروا ثاني هاد التحضيرات تديروهم قبل العيد الكبير خاصة عيد اضحى يعني هادو مرافقات لشي والكل شي يعني يصلحو درت لكم ثاني كما راكم تشوفوا عاصر الجزار درت معاها سلاطة على الجزار درت معاكم سلاطة البيترف ودرنا مركز الجزار ان شاء الله تحتاجوه حتى هو فليجي تحتاجوه درت لكم الوصفة قبل وراني زدد درت هاي لكم اليوم ان شاء الله تشوفوها في اخر الفيديو ودرت معاكم الحميز كما راكم تشوفوا يعني بزاف وصفات في فيديو واحد ان شاء الله تعجبكم هادو الوصفات وتوجدوا معايا ان شاء الله للشهر الفاضل واذا اعجبكم الفيديو القل اعجاب بزاف نزيد ندير معاكم تحضيرات اخرى باذن الله ما تنسيش حبيبتي تديري للجام وتفضل تشوفي معايا المقادير وطريقة التحضير راح نحضره اولا عندي هنا الجازر يالبنات كان جابلي كمية كبيرة كنت نقيته كامل وغسلته وراح ندير يعني شوية منه يعني ندير شوية جي وشوية سلاطة هذه هي الجي يالبنات خيارت الحبات اللي هم رقاق درتهم للجي والحبات اللي هم اخشان خليتهم للسلاطة هنا الحبات رقاق اذو كتع الجي درتهم في الكوكوت بشي طيبولي مليح يعني ويجيني الجي تاعي ارطب مليح درت له شوية زاز متاع تشينا يا البنات من الاحسن ندير له زاز تاع تشينا راح يجي بنين بزاف هذا الجي تاع الزرودية بزاز تشينا على خطرة نحلو الطعم هذي كتع الزرودية ويجي بها بنين يجي كأنه عصر تشينا يعني متميزوش خلاص باللي تاع الزرودية نقف له هكا لكو كوتون بعد نفوتو يعني نديرو ثاني اصلاة هنا جبت الزرودية تاعي كما راكم تشوفو نقطع فيها بهذا القطعة هذي بشجي هكا سوف نعود اللحم في الكو كوتون مع الأخرى سوف نعود اللحم في الكو كوتون لاني كملت لحتهم كامل في الكو كوتون على خطر رقاق هذا وشغل مع مبعد يذوبه يعني مبعد لكان فورد ذوب كاملة سوف تحطوهم ان شاء الله يفوروا حوالي 20 دقيقة هذا الكسكاس راح تفور يعني ما نقولوا نحنا مطيبش بزاف مسحتها الكو كوتون سوف يجي غوضون 20 دقيقة سوف تسلح لكم الجي جي ما شاء الله ونفوتوا الى البناتن ونحضروا الحميس كنت شوية الفلفل وشوية بيضنجان كانوا عندي مانبا يعني زوج حبات ولا حبة ونص برقة بيضنجان واحدة نصها يعني بدايت بكيكا ونحيت لها منين تبيكا ودرتها وتشويوا يعني الفلفل تاعكم حلو وحار ولا تحبو حلو وحدو ولا كما تحبو انتوما هنا كما تشويوا مديروهم في علبة بش من بعد يسهل عليكم كيفاش تنقيوه بما كنت نشوي الفلفل كانت طابت زرودية تاعي اللولا لي درتها لجي يعني طابت ما شاء الله طابت زبدة احنا نبدأ نرحيها احنا نجيب البراميكسر ونرحيها بها بالمنتحة شوفوا هذك الزست نتعتشينها طلعها هيك مع الحواشي حكم تهبطوا كامل ونرحيهم كامل مع بعضهم كما راكم تشوفوا كيما ترحيوها وهي سخونة يا البنات سنجيكم رطبا رطبا يعني ما تحتاجوه اصلا انكم يعني ما تحتاجوه اصلا انكم يعني ما تصفيوا هؤلاء حاجات كيفية منها لغيرها كيانا فرد حبا ليما ترحيتش مليح بقاتلي في الكسكاس شوفوا كيفها جات رطبا ما شاء الله يعني ارحيوها وهي سخونة كما نقولوا هنا كانت افارت ثاني زرودية تاعي راح نحييها من الكسكاس على خطر نحتاجها ذاك الكسكاس الزرودية كانت فارت وكملت الزرودية على سلطة لا تحتاجها تبقى شوي حكماروحها شوفوا هنا غير ملوحتها في الكسكاس عقبت كامل شوائب هكا بزاف راح نحطها في طاس كاس صغير بعد نرجحها مع الجي قولنا المركز كما تحبوا تقولولو هذا مركز جي مازال موليش جي هذا مركز الجزر هنا يا البنات حكمت صفيتها كامل قلت لكم بقاتل الكيميابرك حكمت استيلها شوية من هذه الصافية ورحيتها كفطس هذا صغير بش ترحالي مليح وعاودت كبيتها الهنا بش يعني تولي لي كامل الرطباء يعني وما نحتاج اني نعود نصفي ولا حاجة بعد هذا المركز تاع الجزر ولا مركز الزرودية تقدروا يعني تحتفظوا بيه في الموجة ما تشوفوا يبنات ديرو فليغو بليه انا درت لكم مثال بركنا يعني كمية هذي مش كبيرة بزاف لدرجة اني نخبي منها ولا يعني ما نبارح تدير هيك ثلاث مرات ولا ربعة جيت على زرودية وفراد ولا اذا رح ندير لي غوبلي هذو مثلا اذا رح نستعمل بالوحدة نزيدها مع عاصر البرتقال يعني نكون درت عاصر البرتقال ونزيدها معها يعني الفيتامين وكل شيء وخليت الكمية هذيك اللي رحكم تشوفوا معي في الإناء يعني شفتوها معي في الإناء يعني خليتها بش نديلكم بها يعني مثال كيفاش تخدموا جيت عزرودية كفاهم بعد وش للإضافات اللي يزيدوا له وفتل هنا البيتراف تاعي كنت اغسلته مليح ما تنقيوش يا البنات البيتراف خليه بالقشرة تاعه كاملة بش ما يروحوا لش لي فيتامين كامل تاعه في الماخ ليو هكا مقفول وطيبوه هو مقفول وشي هو بغسلوهم ليح برق ونحاولو هذوك العروق هذوك ما نحاولوش هذيك اللي الفوق لكان تجرح يعني لكان يعني دخلو ما من جهة واحدة برقراه وكامل هذك الحمورية تعوطروح ونفوتو يا البنات حطيت البيتراف تاعي هتا هو يطب في الكوكوطة ونفوتو هنا رح نخدمو تتبيلة تعنان تأصلاتها تأصلاتها رح نستعملوها لزرودية و للبيتراف في زوج هنا حكمت جبت أفصوص تعثوم جيبو يعني الكمية حسبوش ختمتوتوما انا درت ربع فصوص كما راكم تشوفو قطعتها كامل و جبت معدنوس ودبشة مخلطين مع بعضاهم حتى هما نقطعوهم هكا ونفوتوهم في إناء البنات شوفوا الإضافات اللي رح نزيدوهم من السلاطة انتع الزرودية زي و اللي رح نديروهم من السلاطة انتع البيتراف زي هنا هذي الحويج مشتركة كما معدنوس والدبشة والثوم وشوية الفلفل الكحل والزيت ورح نديرو يعني كما نديرو كيلة زيت رح نديرو نصف كيلة نتع الخل مثلا أنا لفيرين هذي درتها زيت درت نصف الفيرين هذي درتها خل هكا إذا بغيتوا الحماضة أكثر زيدوا هكا شوية عصره ليمون ولا زيدوا الخل كما تحبوا ودرزوز مغارف كبار نتع الهريسة عفوا صغار تع الهريسة مش كبار ونخلطهم لي هذي تتبيلة هذي تصح قلت لكم للزرودية و للبيتراف وشو هو في الزرودية رح نزيد لها إضافات مش جينة بنينا ما بغيتش نزيد لها لها خطر رح نخلي منها شوية للبيتراف هنا خبتاتين زرودية تقدروا تزيدوا شوية الكمون و شوية للقروية تجيكم بنينا بزيف وهاي لو جيكم طعمها خطيرة صح سح جيكم بنينا بزيف هكا يسمى الزرودية وش زنالها لها الكمون وزنالها الكروية ونبصح في البيتراف خلي تغير في الفلك حي الفرات تحبوا يعني في البيتراف كين ناس يزيدوا لهك شوية عسل ولا سكر يجي حلو يعني يجي السلاطها تعلبيتراف حلو ولا خطر بطراف هو في روحه حلو يعني اللي ما تحبش ما تزيدش هكا أنا نديرو هكا برك بالفلك حلو هريسة وهذو كي ما شفتوا معي يا فرات احنا نحطها اللي هنا في بورت مونجي يعني تقدروا استعملوها قده من يوم في رمضان ما تفسدش يعني متفسدش بسهولة تحكملكم حتى الخمس ايام كا سمانة يعني في يعني كيكون موبرد تعكمليح يعني تحكملك حتى سمانة كيكون فريجيدار تعكمليحه جديد هنا بعد ما طابت يعني البيتراف داعي ثانية رح نقشرها شوفوا هنقشرهم كامل بيدي هكا برك احجيكم تقشير تحهم يعني سهل خلاص على خاطر يعني يكون طاب وكل شي طاب مليح نحط طبقة هذيك الفوقانية بكل سهولة حنقشرهم كامل ونقطعهم حتى هما بالقطاعة هذيك شوفوا همازال سخون وراح نقولكم باللي تتبيه لكل ما درتوها يعني اسرعتوا انكم ديروها هكا وهو سخون كل ما يتب المليح و تدخل فيه التوابل ويجبنين بزاف بس حقا قبل التقديم لازمكم تبردوه مليح يعني نديروه و تدروا له تتبيه له وهو سخون ونبعد تخليوه برد به بابة تتبيه لتاعه في الفريجيدار وتقدموه هو بارد من الاحسن يتقدم بارد بشي جي سلاطة هكا باردة ومليحة ندرت له حتى هو هذيك المكونات اللي كنا ندرنا مع بعضانا في الزرودية وشي هو قلتلكم هو ما نقولها ونعود بش ما تخلطوش يا البنات هو مدرتلوش الكروية و مدرتلوش الكمون يعني الكروية و الكمون ضفتهم غير في الزرودية يا فراد نحتفظو بي حتى هو فيه علبان حطوه في الثلاجة يعني حيحكمي لكم حتى هو قداه من يوم في الثلاجة ما يفسدش لا خطر فيه الخل فيه الثوم فيه قداه من حاجة مش رح يفسد بسهولة يعني يوصلكم خمس ايام ستيام حتى الاسمانة كيوالو نورمان ونفوتو يالبنات اللي حميس تانا هنا كنت شوية الفلفل لكم شفتو معايهم بس حط ماطم اكمل عبركم انا ما نشويهاش لخاطر مش مذوب ليش وما تبداش يعني تطلق لي في الماء حكمت نقيتها شفو تماطم هذي تنقى بسهولة نحات للقشرة بلا ما ندرها في الماء السخون واذا بغيتوا يعني كلها تنقى وها دروها فلارب يعني فلارب كي ترابيوها في السكرفاج يعني اللي اذا بغيتوا ترابيوها يعني تقعد القشرة يعني وحدها بلا ما تقشروح تقعد القشرة وحدها تقعد القشرة وحدها كي ترابيها تقعد القشرة هي الاخرى ترميها وفراد هنا وقت لكم جبت زوج حبات ماطم رح نققيهم ونحطهم الهنا نرحيهم مع شوية عثوم ها هي كي كي كمية عثوم يا لبنات اللي در تحاولي 4 فصوص كيك وانتو ما حسب الرغبة في الثوم يعني دير وش تحبو رح نرحيهم هنا مع طماطم ونقليهم عادي نقليها شغول نقلي طماطم عاديا رح نديرها في الميقلات ونديلها شوية تعلى الملح وشوية تعلى الزيت ونديها نبدا نقلي فيها رح ندي طماطم تاعي قتلكم درها الملح والزيت ونديها تقلى وبينما يراه يتقلى رح نحضر الفلفل تاعي احتى هوا نرحيه تحبو تقطعوه تحبو ترحيوه انا رحيتو في هاذ الاشوار مع اهو يعني والبيضانجان وكل شي يعني رحيتهم هنا وش هو ما كثرت لهمش يعني رحيتهم كضربة زوز فرات ها هكا بش ميزو بليش بزاف يعود ذايب بزاف ومن بعد اخواتي بعد ما تطيب طماطم هذيك نحكمو نزيد لها هذا الفلفل يعني بعد ما تطيب طماطم وتنشف مليح شوفوا كيف هولت هنا نشفت الطماطم من هذك الماتحة كاملة نضيف لها هذا الفلفل مع البيضانجان يعني هكا قولوا حوالي دقيقتين برك فوق النار ونطفيو عليها نضيفه في علبة يا اخواتي بعد ما تكملوها رح تحطوا في تغليهم الاحسن ان يبرد شوي في درجة تحارات الغرفة ثم بعد يعني التغلق علي العلبة هذي فاتتي تغلق لها شوفه هنا مبغيش نعلم عليه كيفا في الحميس كما نقولحنا سيحا نطيب تحفظوه في الفريجيدار عادي ولا تستحفظوه حتى في المجمد عادي هذهials اريدي اتابع ديروة في المجمد أو في مجمد او في فريجيدار الفرق يمكن ان تضيفوها ما ما لهفي على التقديم من لتي تضيفте حتى بقيقة lanz housing نرى الكمية او المقادين المضبوطة كيف تستخدموا الكمية هنا قمت بزوج كيسان كما رأيت معي انتع المركز انتع الجزر ودرزوج علب انتع الياغورت من الأحسن انها تكون الياغورت بذوق الخوخ يعني نجيب بها بنين بزاف هكا يا البنت ونجيبوا ليمونة كاملة يعني تعصرها قسم ما درت لكم الجي سواء كبيرة او صغيرة قسم ما درت لكم الجي سواء كبيرة او صغيرة يعني دروها كامل هذا الجي وزيدوا تعاولوا تشلوا هذك نزيدوا التشلوا بالماء هكا بش مرحوا لكم الجي هذك كامل في الفيد على خاطر يعني مبكرة هي قطرة انتع الجي ومهم يا البنت تخلطوهم مليح مليح الهنا ونجيبوا البراد ونزيدوا تخلطوهم مليح خاطر ياغورت يا البنت هي تخليك الحثار بكاذا يطلعوا الفوق ومهما درت بل فوق يعني ما يضبوش هنا بعد ما كملت يعني خلطوهم مليح سنبدأ نضيف الماء ونزجو كوسة على الماء سنقولكم اذا بغيتوا تزيدوا بانانا يعني تحب وحدات على البانان في هذا الجي يعني يجيكم ببنين بزاف يجي كما داناو وتقدروا تضيفوا الماء يعني كمية اكثر من هكا السكراني درت ثلاث مغارف باركنتع السكر وانتوما حسب الرغبة جاني ما شاء الله هكا يعني بالكمية هذي تاع السكر جاني قد قد وانتوما تحبو تزيدوا ولا تنقصوا فحسب الرغبة كما بغيتوا انتوما تحصلوا على الجي رائع يعني ما شاء الله وقتلكم تقدروا بعد ما تجمدوه مكاك في غوبلي تقدروا تضيفوه معا مثلا درت عاصر برتوقل تضيفي معا هذيك القوبلي تاع المركز انتع الجازر يعني يمدلك فيتامين زايد وعلى شلالة يعني خاصة ان الاطفال اللي رمي يحبوش هكا يأكلوا الخضار يعني وحنا ندخلوه في الخضار هكا بطريقة كما نقولو اخرى يعني في نظام الغذائي تاعنا هكا ما يفيقولوش خلاص ونفوتو يدنات للتقديمات انتعنا عدنا هنا هذا الحميز درت له شوية تعله فينيجرات ودرت له زيت زيتون والتزيين يبقى حسب الرغبة انا درت له غير شوية مع تنوسة كا في الوسط تقدروا تديروا بيض تقدروا تديروا زيتون تقدروا يعني وش تحبوه وجبت لي صلاة دنتاعين تاع زرودية وتاع البيتراف كما راكم تشوفوه تقدروا تقدموهم عفوا مع ماصيدوان انا كنت بصراحة حابة نزيد نعود يعني في نفس الفيديو ندير معاكم ماصيدوان وكل شيء بصح ما كفانيش الوقت الاسف يعني الذن عليا المغرب وراح عليا الحال ما قدرتش يعني كنت تحبا ندير ماصيدوان ونقدمها هكا معاهم حتى هي وتشوفوا طريقتي وفي نفس الوقت يعني تستفيدوا وتحضروا شوية ان شاء الله يعني مما حضرت اشتركا هذ الفيديو يعني درتوه هكا قبل على جلب شنتوما يعني لي ما زلت مشاركش حويش تقدر تشريهم وشاح تحضري مثلا انا نحط لك الفيديو في اخر لقطة ولا في اخر نهار ونقولك حضري رمضان ونتيمك الشار يا ولا هكا يكون على بيرك برب ان شاء الله وشاح تحضري وشاح نقول اخواتي اذا عشبكم هذا الفيديو كثروا لي عليه اللايك واذا شفت عليه اللايك بزاف وعشبكم التحضيرات نزيد نحضر معاكم بزاف حويش باذن الله رمزال وعشر ايام ما شاء الله رمضان ونقدر نحضر وش حبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته